نعم حتى هذه اللحظة وصلت أخبار إلينا تفيد بأن السفينة قد نجحت جهود عملية التعويم ونجحت في الخروج من هذه المنطقة التي جنحت فيها قربة الساعة الرابعة ظهر اليوم نجحت السفينة بعد عملية التعويم استمرت لساعات مستمرة للخروج من هذه المنطقة التي جنحت فيها السفينة وشحطت قرب المنطقة الثمانية وستين ترقيم قناة وتم الدفع فوراً بعدد من القاطرات المختلفة كانت القاطرة مساعد واحد ومساعد اثنين ومساعد خمسة والقاطرة برسعيد وأيضاً كان هناك اتجاه من القاطرة بركة اثنين لموقع جنوح السفينة لاستمرار عملية الدفع والقطر والشد المتواصل للخروج من هذه النقطة التي جنحت فيها السفينة هذه السفينة كانت قادمة من قافلة الجنوب متجهة إلى الناحية الأخرى في قناة السويس قادمة من دولة ماليزيا ومتجهة إلى دولة البرتغال لم تؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة في قناة السويس تم مرور جميع السفن القادمة من قافلة الشمال وأيضاً تم عمل مناورة داخل القناة لتحويل عدد من السفن في اتجاه الجنوب من الاتجاه الشرقي إلى الاتجاه الغربي داخل قناة السويس ساعات قليلة وكانت عملية الشد والقطر تتم بشكل متسارع حتى تمكنت قناة السويس وجهود رجال قناة السويس من تحرير السفينة من موقع الجنوح وخلال المعلومات المتوفرة لدينا فإن السفينة الآن في طريقها إلى الخروج من المجرى الملاحي لقناة السويس وتمت عملية التحرير الكامل